النهاردة اجتمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليه؟ لأنه الرئيس كان بيوجه بمواصلة خد بالك تطوير استغلاله الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وطبعا وفق مبادئ الحوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام كمان اجتمع فخامة الرئيس النهاردة مع اللوى كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلح ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص اللي عندها خبرة متميزة في التوسع في استخدام وسائل النقل اللي بتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل ويمكن ده اللي احنا بدأنا بيه كلامنا خصوصا في مسألة بقى الأوتوبيسات والشاحنات واللوريات كل الحاجات الكبيرة خالص دي ووجه الرئيس كمان بالتوسع فيه جهود إنتاج احنا بنصنع بقى أوتوبيسات النقل العام والمركبات اللي بتشتغل بالكهرباء ما احنا بقينا بنصنع على الحاجات دي ولا انتم ماخدتوش بالكو ولا ايه طيب ده بتعاون ما بين وزارة الانتاج الحربي وما بين مصانع القطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ وأساس اللي هو ايه التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الانتاج ما نبقاش بنجمع والسلام مستلزمات المكونات تبقى بتتعمل عندنا هنا نشتغل على انها تتعمل عندنا هنا اللي ما كانش ينفع يتعمل ان شاء الله يتعمل ويبقى ده الهدف الاساسي تبقى لتوجهات فخامة الرئيس ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية يعني مش حاجة كلش ان كان كده خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأرادي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام خاصة ما يحقق بمساحات الأرادي وذلك بالتنصيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطة تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكهم من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء كامل وفاء مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة أم سي في والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة أم سي في الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنصيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة مميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة كما وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف المحلي ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص ومنها شركة أم سي في وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمن كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعية خاصة التي تعمل بالكهرباء وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم اشتركوا في القناة